وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام إليكم هذا الخبر إغلاق تانوية في غساء جراء تفشي كوفيد إليكم التفاصيل قررت السلطات المختصة يوم الجمعة إغلاق تانوية الإمام الشطيبي في غساء نواحي تونات بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا وحسب مصدر تربوي فإن قرار إغلاق المؤسسة الذي اتخذته اللجنة المختصة يستمر أسبوعا كاملا بعد تبوت حالات إيجابية في صفوف عدد من التلاميذ ومعهم الأطر العاملة في التانوية قرار إغلاق تانوية الإمام الشطيبي وقبله قرارات مماثلة تروم تطويق انتشار وباء تزامنوا فترة إجراء امتحانات المراقبة المستمرة قبل أسبوعين من عطة الدورة الأولى والمقررة بتاريخ 6 فبراير المقبل مشاهدين الكرام وصلنا بكم إلى نهاية هذا الخبر إلى أن نلقاكم في أخبار جديدة إلى اللقاء